تبقى قضية الهجرة غير القانونية لغزاً غامضاً بالرغم من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية للحد منها ما أثار القلق في بعض الأوساط الدولية خاصة ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة حول انتهاكات للقانون الدولي لما يتعرض له المهاجرون غير القانونيين حيث أن بحثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثقت حالات في زجن معيتيقة والعديد من مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة هجرة غير القانونية في الزاوية وداخل طرابلس وما حولها الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش أضف أن البحثة طلقت معلومات موثقة عن الاتجار بالبشر واعتداءات على نحو ثلاثين امرأة وطفل نيجيري وأن آلافاً من المعتقلين الذين لا يظهرون في الإحصاءات الرسمية التي قدمتها السلطات الليبية والتي تظهر أكثر من 12 ألف معتقل غير قادرين على الطعن في الأسس القانونية لاعتقالهم بسبب استمرار احتجازهم لكن رغم ما يقوله الأمين العام للأمم المتحدة فأن تقرير موقع كونسترام يكشف عن تقديم ثلاث منظمات إنسانية غير حكومية شكوى بحق كل من مالطا وإيطاليا للمحكمة الجنائية الدولية يتهمونهم بمساعدة خفر السواحل الليبي في مهماتهم التوفران المعدات والصيانة وتدريب وتنصيق العمليات مع هؤلاء لضمان إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى ليبيا ومنعهم من الوصول إلى أوروبا لم تزل قضية الهجرة غير القانونية الشغل الشغل المؤسسات الدولية بالإضافة إلى الاتفاقيات المشروعة للحد من هذه الظاهرة ودور مؤسسات حقوق الإنسان لكن ما يثير التعجب هو مقدار بطئها على أرض الواقع أو أنها كلام على ورق فقط تصريحات لم تزل غامضة وصفت بالفضفاضة من قبل دول كانت مشديدة في تصريحاتها على حماية الإنسانية وكرامة المهاجر لكنها في الخفاء تمارس سياسات تجريم وتعذيب وتعنيف ظاهرة يتعذر تعليلها بالرغم من الضرر البالغ الذي يلحق بها من الجانبين في حين أن حلها جذريا يثبت دعائم الاستقرار في المنطقة ويبقى السؤال مدى دقة هذه التقارير المتعلقة بالمهاجرين في ظل عدم تأكيد أو نفي الحكومة الليبية ترجمة نانسي قنقر